موسيقى 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 السلام عليكم صباح الفل اهل شباب ازايكم عاملين ايه؟ النهاردة انا سعيد جدا عشان هشوف صديق عزيزة علي من ايام الجامعة معرفة اكتر من 25 سنة هيحكي لنا ازاي هو حقق حلم يلا بيه يا بنتي جايلك يا بنتي ما همنفعش قبلك يا صاحبي من غير ما جيب عدة التصور معاي لازم فرصة زي دي مش هفوتها عبدا يلا شوفك يا طرق يا شباب الجامعة هل في اصدقائكو دلوقتي ناس تقدر تخليك عارفها الحد بعد 25 سنة؟ اسأل نفسك السؤال ده دلوقتي مهم جدا ازايكم حاضر خلص بس الفلاج ده واجه لكم على طول ما تحملوش بعض اكتر من طائطة كلنا فينا العيوب وكلنا فينا المميزات اعرف صاحبك على عيبه وعلى ميزة اللي فيه ايه ما تحملش نفسك اكتر من طاقتها ولا تحمل صاحبك اكتر من طاقته يعني ايه اللي انت اول ما تتعرف على صديقه او انت تعرف صديقه في اول السنة وتلاقي فيها حاجة عجبتك او تلاقي حاجة في الراجل ده انه عجبك تقولي هو ده بس هو ده اللي هيكون الانتين بتاعي هو ده اللي هيبقى صاحبي طول العمر وبعد شوية تكتشف انه عنده حاجة في شخصيته او جانب ما من شخصيته مختلف مع شخصيتك تبدأ تزعل وتنهار وتقول لا الغدارة الخينة ده متنفعش صاحبتي ده انا اتخدعت فيها احنا لما نحمل نفسنا فوق طاقتها يا شباب كلنا فينا العيوب وكلنا فينا شايفين الايد دي؟ خمس صوابع واحد قصير ودخين واحد قصير ورفيع واحد طاول ودخين واحد طاول ورفيع كل وصوبة اللي واحده شكله مش حلو لكن هما على بعض شكلهم حلو ايد واحدة باختلافهم شكلهم حلو احنا باختلافنا كلنا على بعض شكل ما تبصليش من زاوية واحدة وتحكم علي ان انا حلو او وحش خدني كل على بعضي صديق للمذاكرة غير صديق اللعب غير صديق اللي بروح معاه الجيم غير اللي بيهزر معاه ويدحاكه غير الصديق اللي بيرفع ايمانياته بيحب يصلي معاه ويحب يقرأ معاه القرآن لو ربنا كرمك وليت الشخص المتكامل اللي هو ينفع صديق مذاكرة وصديق خروج وصديق دحك وصديق اسراك ده طبعا صدف وبتبقى هدية من ربنا امسك فيه بايدك واسنانك اوعد سيبه اوعدك انكم هتستفادوا باللقاء ده وصديق حمده باركيك يا انا شوف بقى بان انت مداش ليه تبعين كمان تبعين كمان مبيردش خالق لو ما عارف ان هو اللي هيتحاسب مبيردش خالق قاميش جرايك حضرنية بقى شباب لما بتنزل تقابل صحبه بتقابلوا ليه؟ او هتتعشوا مع بعض هتتعشوا ليه؟ او حتى انتك بتتفرج عن الفيديو ده بتتفرج ليه؟ اهلا بمت حميبي بمت حميبي اهلين موه موه حبيبي حبيبي تاكب عصر تاكب عصر تاكب عصر تبقى حفين بس تعال والله العظيم امر من غير متصرح شعرك يا عم والله ما انت بحتاج تصرح شعرك امر وربنا تقولوش بس ان السادات مفيهاش مفيهاش حاجات حالوة لا فيها حاجات حالوة يا بنت والله يا فاق كفين يا فاق الخارج موهرتنا يا جميل نقعد جوه ولا نقعد بره يعني مكان هنا حالو نزيز وفيه هنا نقعد جوه وبره يلا تعالي كله بره وجوه ابو عاصم بقول ايه اللي بيفكرك بايلي يا سانسير ده ابو عاصم بيفكرني بيوم فرحي وكان راكب نفس الاسانسير ده اللي طالع كله ازاس كده واحنا كنا واقفين تحت بقى بقول له ايه وهو طالع منه في دنيا تانية اصلا يعني سوا عليكم الركن الهادي ده بحبه جدا كنت قبل ما تيجي باشا كنت بدرش مع الشباب على موضوع المية بس اللي احنا بنعمل اي حاجة دلوقتي عشان ناخد عليها سواب لازم نفتكر موضوع المية ده اساسي النية اساسي ده النية خلي كل حاجة انت بتقدر عنه كل حاجة وزيارتك العالم خبت الاهلك والبيتك والولادك ده النية يا شباب كان في تجاري نوايا بيحول اي حاجة بيحولها الاعدادة من برد النية كان في حد قبلي بيجي يهرش شعره بيجي يهرش راسه ليه ايه النية اللي هيعملها قبل بيجي يهرش راسه وناس تانية كانت ناشي مع بعض الصحره وبعدين فتاة لقوا شجره بيجي حر فجيرهم كلهم عشان يستظروا بظلها الا واحد تبنى يلفوا حوالين الشجره وقالول انت مستنى ايه ماتخش في الضال انهم لما لاقي نية الاول انا هستظروا مدحكناش بقى خلينا نبدأ الحلقة السلام عليكم يا شباب زي ما وعدناكم قبل كده اللي احنا هنهتم بقصص الناجحين وخاصة في مجال الطب البتري معنا دلوقتي صديق عزيز جدا 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 علي من ايام الجامعة ومن قبل الجامعة من ايام السنوية وكنا مع بعض كمان في اعدادي يعني بقى انه اكتر من 25 سنة اصدقاء وكان له حلم بردو زي ما وطولكو هو صغير لما دخل كوني الطب البتري كان نفسه لما يتخرج من طب البتري انه يعمل مركز كبير للبتعن مليك اسمحوا اللي اتعرف عليه الاول عاصم عليك احكي لنا عن تجربتك يا فنن ان حلمك تحقق بعد ايه وويه الحاجات اللي عملتها عشان تحقق اول حاجة انا زي اي اي حد من دكاتل اكترين مكنتش بحلم ان انا بقى بطل البتري اهو زي وزيكو زينا كلنا مكانش حدي بحلم انه بقى بطل البتري مكانش حلمي خالص انه بقى بطل البتري بحلم ان انا بقى مهالس بسرعة نفست كل بيت الهنس كم مرة يا باشح حسنت سرعة انت مرتين قلت اجربت اه ويمكن يكون التجربة كانت بسبب ان انا عرضي بابا واما حين كان سوقني انا بطل البشرة بسم مرتين سنوية عامة اللطيف قوي بقى ان انا جاني هندسة لكن حبي للطب البتري في السنة ان انا زكرتها حبي للمواد الطبية خلاني مدخلش كلية هندسة بالرغم انه كان حلمك يا رايس نعمل كت هنا رايس يعني عشان بس الحتة دي مش عايزين نفوتها يعني ممكن الحلم بتاعك يتحول من لحظة للتانية حسب مكتضيات الوقت اللي انت عايش فيه يعني انا حلمي طول عمر ان اكون مهندس وفاجأة الحلم ده تغير لما اتجهت ومشيت في سيلك تاني خالص وتخرجت بتقدير جاية سنة الفين بعد التخرج يمكن كان حلمنا كلنا ان احنا اياميها نشتغل في شمكات الادوية كان بالنسبة لنا حاجة مدهعة كان مرتب كدير اياميها الف جنون وتعينت في جهة واحترمة ومرموكة ويعني مستقر نفسيا فيها يعني وماديا وكل حاجة عشان ده بس ايه ان انا ممكن معاملش حاجة تاني وردرت بالواقع بتاعي وخلاص مرتب مكفيني وحياته مستقرة واي 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 لكن هو برضو يعني في حاجة بتنغزه في حاجة بتشكه مش مرتاح نفسيا عايز يحقق الحلم بتاعه قصة انا عجبني فيك انت لك صاحب مبدأ كده فكرة معينة اللي هو ما تكتفيش ونصدر رزق واحد لان انت مش عارف قدام في ايه هقولي بقى حاجة بالحاجات الكترة اللي انت جربتها شغلي في الحكومة كان في مزرعة خيونا لقيت نفسي قوي 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 في شغل البيت انيمال فكان شغلي كله بالتليفون وكله زيارات منزلية وكان كل تفكيرين لازم فيه من الايام كل عيادة ومية مكان فدح العيادة مركز كبير للدكتور عاصم عبيد لجراحة البيت انيمال ومش مجرد هو عيادة بس للعلاج الحيوانات لا ده هو بيحوله لحلم كبير بيدي فيه كورسات تعليمية للاطباء البيتاريين وحتى اصحاب البيت انيمال ازاي عملوا هاندلينج الانيمال بتاعتهم من خلال المركز ده ما تيجي نروح تنطق احسن عشان نشوف الموضوع ده يلا بيدي موسيقى السلام عليكم يلا جميع ان ربنا يكرمك بفكرة تيجي في بالك لمستقبلك والفكرة التانية هتزن عليك كل يوم وتقتحم افكارك وتلح عليك عشان خاطر تعملها وبالرغم ان الفكرة دي تصعب تحقيقها دلوقتي ومستحيلة عشان خاطر امكانياتك المادية والمهارية ما تسمحش انك تعملها ده ممكن يعملك احباط عشان خاطر انت شايفها مستحيلة ولكن هي عملت زن عليك ما تخليهاش تعملك احباط ابدا بالعكس ده انت تفرح ان جاتلك الفكرة دي وهي عملت زن عليك لان الزن ده هيخليك تحققها في يوم من الايام هيخليك تعرف ازاي تعملها تسأل مين اللي عنده خبرة اللي عمل الحاجة زي ديت هتعلم نفسك ايه وهتنم مهارتك ايه اللي انت محتاجها عشان خاطر تحقق الفكرة دي شارع الناجي جايلك يا بوعصر بسم الله بسم الله السلام عليكم ورحمة الله اسلام عليكم ورحمة الله بابتور خالد بابتور خالد أستاذ لتشريح في قولية الطب البطري جامعة السلاة اهلا بيكو تشرفت وغام تصوير جاي صورت مش هعطالكو انا هكمل زي مانا وعيشوا حياتكم فضل لابتور بابتور خالد انا احنا هنتكلم مع حاجات اللي يتحسر على بابتور خالد بابتور خالد لأ بإنه أصر عنده قابلين بقيتو ويحكو إيسا في حاجة سبيسيفك للدستمبر وهي الاعراض العصبية مع الليون قاعد قاعدة الأسد مش هيعملها غن المرض ده فرصة بقى فرست نتعرف على الناس الحلوة اللي هنا هادير دفعة أتفلو 12 بشار في مدرية الطب البطر أحمد يوسف في رأى الخامسة جيت هنا عم تارك أحمد وصمصح ويق معي في الضفع عاني فهو اللي اللي على موضوع الكورس تعرف فالحضر خسائم أحمد خسائم تقول لكم بطر المنصورة؟ كان برضو مع أحمد زميلك؟ معانا دي جايك سعر الخامسة ريون سعر الخامسة منصورة كفر الشيخ كفر الشيخ؟ كفر الشيخ؟ كفر الشيخ؟ كفر الشيخ صح؟ اسم حضراتك؟ دكتورة نادة توفيق كنت جيت هنا ازاي دكتورة نادة؟ وطه في ممتي مع دكتورة رانيا مهضة في الشو فهحكية كوية والله مفروض نصف الداخل مهضة دكتورة رانيا مادي عصام؟ مادي عصام؟ سعر، عت في مو سبعة عشر كفر الشيخ صحيح كفر الشيخ عاما أحمد عبد الله، بطر المنصورة سنة كم يا احمد? خمس فرقة خمس. فرقة خمس. احمد حسين. اكيد. احمد حسين ياخد دعم. حضرتك? احمد صالح كتب بطر المنصورة. سنة خمسة بطر. ايه ايه اللي خليك شجعك جيد تاني بعد ما اخدت ليفل واحد? يعني انا حسيت ان دكتور عاصمي هاني مخارب ومحضر لنا كم كويس ومعرفات يفيدنا فعلا. بس وقل لي عن متى ان دهاني ما مواش بتلاف لازمه. ووقع العملي ده يا حماده تاني خاط. يعني انت فيها يعني بالح. تعالي بقى خلينا في الشغل العملي يعني هو ده اللي بيجب م . يمكن انا وتطلية زي nani ان اشتغل اكم حكا. انا اشتغلت تحالي. اشتغلت Ж اعمل. اشتغلت خيويا وعيسة. اشتغلت بيتس. يمكن ده المجال الان انا ساعات لما ربنا يكرم الواحد بفكرة كده انك فكرة عايزة تعمل حاجة لمستقبلك وتكون الفكرة كبيرة جدا واكبر من طموحاتك حليا واكبر من مدياتك حتى ممكن تكون اكبر من مهاراتك ولكن والفكرة دي عملا تروضك كل يوم الرغم ان هي شايفها مستحيلة السؤال بقى هل الفكرة دي كبيرة اونك تحقيها دلوقتي وهي بتانيها هتزن عليك بتعملك احباط ولا بتخليك تصر انك هتعمليها ساعات وساعات وصراحة ساعات وساعات في الاول احباط وبعدين شوية وبعدين اتجه للموضوع ده وعدين احباط تاني وعدين اتجه تاني وهكذا يعني بس هي الفكرة ان المفروض ما تقصش المفروض والله فعلا ما اسمعش كلام اللي حوالي خالص طالما انا عايزة الموضوع ده يبقى مشي فيه يمكن انت تريحني يا بحميد لما بيكي لك الحالة دي وطبيعي انها هتجلنا كلها بتصدق بتصدق بس الله عليك حامل ده وطبيعي اسأل حاجة انا مش هنفروض بعال ايجابة والله بتجيلك احباط بس انا اكي انت بتسأل واحدة بك بتحطيها ماجستين فهي اصلا طب بتعملي ايه لنفسك لما تجيلك حالة الاحباط دي ان انا خلاص مش هعمل اي حاجة تدين بقى 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 مع الفكرة وبقى روح عامل حاجة تاليان بحتها ارسل اخرج وبعدين ببقى نرجع بقى فصل والوصف جميل اه اه كده ايه يعني بتوقف التفكير فيها خالص وتعمل اي حاجة تانية اي حاجة تانية اه والله حل حل كومك سنوعين يعني اه والله انا انا بعد خمس سنين واقفة في سيدالية رجعت المجالة ده انا بحاجة المراكز البيت والتدريبات اللي هي ما كانتش موجودة فعلا من خمس سنين بس اللي داني الفرصة فعلا كانت فرصة من دكتور عاصر اه بس انا زعلان من كل ايتي يعني انا زعلان اه بس انا زعلان تا burn موجهين رسالة للقادر ضع ما يفيد عن حاجتك وقالي للمحتاج خذ ما يكفيك وترك الباقي نظيفا لغيرك وحطين سندوق اهوت وكتوب عليه طعام نظيف وفتحناه ان شاء الله فيه اكل فعلا مكيس ومغلف كويس جدا عشان المعدي اي حد جعان يأكل او بقى معاه سندوقتش مثلا او معاه اكل زيادة يحط مين هتغدى معنا؟ لكم الحمد بقى بسم الله رحمة معينة تعليق في مشوج الناس اللي قاعدة حاسنا مستفيدين جدا معلومة ان شاء الله بتوصلها بثلاثة وشرحها فرانكو قرابي مش هدفك انك تدي معلومة علمية قاعدة انك تدي البهاريس بتاعتها من زي توصل والخلاصة بتقول الكنيات اللي في الكتاب وبعدين تقول له الخبرة ده بتقول ايه؟ فده شيء قويس جدا حانا استفدت جدا من شراحة وعملت المعلومات النهاردة غير عادي بنت المذاكرة بتاعي ده حبيبي كان هو اللي دفعيبنا حاجات كتير ما كنتش فهمت احنا بتغدف تمتع عشان يلا ايه؟ نروح بقى استادات نكمل الكلام بتاعنا المهم ونتعشى بقى هناك يلا بينا دكتور عاصم عبيد قبل ما يشتغل ويفتح الحلم بتاع الهو المركز بتاع الجراحة واشتغل في معامل بشري اشتغل في تجارة دولة اشتغل في تجارة العربيات بص صدفة مش هاصل يعني يزا ما قلتلكوا هو بيحب يشتغل ويجرب كل حاجة ليه؟ عشان تحدد هدفك لازم تعرف انت عايز ايه اصلا التجربة العملية هي افضل حاجة حبيبي دكتورنا الغالي تقول لنا ايه بقى للشباب المحبط اللي مش عارف يحدد هدفه اللي مش عارف هو عايز ايه؟ اللي شاف ان الدنيا ضلمة ومفيش فايدة وهي ايام بيقضيها وخلاص اللومة ده واللي بداي حتى انك كانت صغيرة بمهودية نظرك فهي طريق انت لسه مش عارف اخري اكيد في اخري حاجة لازم ابدأ اخد خطورك مش عارف حبيبي الله العبد تسمح لي حضنة على الهوى رايز؟ حضنة حبيبي حبيبي ميني؟ مش مياه؟ اه ما تنسوش الني انتم بتاكلوا ليه؟ اه خطورك هات المشروب يا والد؟ شكرا لكم حيبي شكرا لكم موسيقى 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 اخترح لحاجة في العشاء بتاع اليوم مش اول مرة ناكن مع بعض من ايام الجامعة واحنا ابنكم مع بعض مع بعض كتير جدا عشان خاطر المذاكرة وفي الليالي كتير مكناش بنلاقي حاجة لكلها على اخذ الليل كده مش عايزين نصح بقى البيت والتاعة كنا نجمع اي فلوس نجيبه وبنية اتنين جنيه وننزل نروح اي مطعم نشتري ادوب كده كم سلدوش طعمية ولا نشتري حتى طعمية خارج ولو قد ناكنها بالليل خارج وعاصل البنط دي كان على ايامنا احنا يا شباب كان البنين اللي مبقوا لبنين اصدقاء الانتين قوي كانوا بقول علوم البنط يعني يعني مصطلح كان ده يمينة يعني لو انت بنتي بنتي كيه وبنتي راح يعني هي اختفى دلوقت المصطلح ده بس عشان في حد تسألني ايه كلمة بنتي اللي انتو فلقوا لكم شوية ده ده مصطلح خاص والبفعت نحنا بس شباب عاصل ما يبقى عندك السفرة مليانة كده وخلاص وخلصت اكل وعايز تشيل ما تشيلش طبق طبق انت تعزم على السفرة كلها بتقوم راح على طول بص زي ما هعمل لك دلوقت ايه اوخ بص بسيطة خالص عرفت يالله يا بنتي دلوقت هننزل نصلى العشرة مع بعض وبعدين نروح نلعب شوية رياضة هنهضم بقى الاكل اللي احنا عملناك يالله بين ايوه كادر هنلعب شوية بينجة بقى اوكي هقطعك ان شاء الله احبط انا خليت من المرة بل هاتفة يا شباب وانا ناول اقطعه النهاردة ان شاء الله ايوه ايوه حلو الكادر ده عاصل هاتف حد تتخمرة تانى احبط الله انا استفدت جدا 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 بحوار النهاردة ابو عاصل شكرا ابو عاصل رب يا شباب كل واحد يعرف هو عايز ايه ونفسه يوصل لايه ويحقق كل احلامكو يا رب ان شاء الله نشوفكو على خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا شكرا